موجة من الجدل وعاصفة من الشكوك تدور حول القمة الإسلامية المصغرة والتي ستبدأ أعمالها في العاصمة الماليزية كوالا لنبور قمة خرجت عن فضاء منظمة التعاون الإسلامي وتضم ثلاث دول وهي كل من قطر وتركيا وإيران وتزيدها واحدة وهي الدولة المضيفة الأمر الذي يعد مؤشرا على قيام تكتلات مماثلة بين دول إسلامية أخرى لم توجه لها الدعوة لعقد قمم أخرى هذا التكتل الصغير أخذ منحا بعيدا عن مسار هيكل المنظمة الإسلامية مما دعا الرئيس الإندونسي ورئيس الوزراء الباكستاني إلى رفض دعوة المشاركة من نادوا لعقد القمة زعموا أنها تأتي كممبر لمعالجة حال الأمة المسلمة وبحث أزماتها السياسية والاقتصادية بينما تعاني بعض الدول المشاركة من تلك الأزمات وكثيرهم متورط في أعمال عدائية ضد دول إسلامية أخرى فأي نتائج مؤثرة ستتحقق؟ نصف قرن على إنشاء منظمة التعاون الإسلامي بدولها السبع والخمسين ومنذ ذلك الحين استطاعت بالعمل الجماعي دون تكتل في تحقيق مقتسبات عدة ودعمت جل قضايا الأمة المسلمة ولعبت دورا بارزا في مجابهة الإرهاب ونشر الاعتدال والتسامح سطانا جيان الإخبارية ترجمة نانسي قنقر